سيب النور 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 في اول الامسيون. ان شاء الله ايديتو جديد مع مختار راسع. شكرا لك سي مختار. ان شاء الله كان القريحة بزلت. لا 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 بتأكد لو بزلت. يالله. كل ايديتو مع سي مختار فاصل لنرجع لكم في اسباح النور. هو شهر رمضان ان شاء الله بش يكون في الاسبوع الجي تقريبا يوم الخميس ان شاء الله. وشهر رمضان هو كي ما احنا استنسنا في في ثقافتنا وفي ديننا وفي تاريخنا. انه هو شهر اول شي هو شهر امتحان للنفس. وكذلك تآزر وتعاون. مش كلامك هاو لانه مهم ياسر انه نحسه بغيرنا مهما كان. نحسه بغيرنا على قدر مستوانا المادي. نجم اللي يعطي عشر الاف اللي يعطي مليون هو حر ولكن اكل قيمة تكون موجودة عنده انه يحس بغيره. وفما لاحظنا انه في السنوات الاخيرة فما برشة جمعيات اللي هي تحس بالناس وتحاول انها تاخوا معناها المساعدات او تاخوا القضية من عند الناس اللي هم يحبوا يتبرعوا ويفرقوها بطريقتهم على ناس يشوفوا انهم محتاجين وهنما ما عندهمش الظروف اللازمة الكافية عفوا انهم يقوموا بعايلتهم ولا بولادهم وما فيها بس وهذا هو الهدف الاساسي. كتساعد غيرك حاجة هيلة وربي ما تخافش انه يساعدك في اي وقت لانه حسيت بك الانسان وهذه بينصور معنا نحبوها في متناول كل كل حد احنا. على ذلك مقدمتي هذه لي جمعية ابتسامة للجميع اللي تنظم قفة رمضان لأكثر من خمسمائة عائلة معايا سيهاني هاني شيدا عضو الجمعية مرحبا بك سيهاني. مرحبا بك سامي تحية لك وتحية لي اسموا فينا كل. تحية هاني. دونك الجمعية متاعكم وين موجودة. دونك المقر متاح في دار جمعيات في سيدي بوسعي. في سيدي بوسعي. بي. انتي هاني خنتعرف عليك اكثر شو تعم في الحياة. دونك انا طوان نقرأ. اي تقرأ. نقرأ في مجال الطفولة. في مجال الطفولة. اي. اي. ظاهر توجهك. اي. دونك عوضو في الجمعية ابتسامة للجميع. بي. ابتسامة للجميع اللي كما قلنا انه من الحاجات اللي تنظمهم هي قفة رمضان هادي. اللي بتبعه هو احلى تمثيل لمؤازرة ومساعدة وبرشا ناس تحس ببعضها. ولدي حاجة بهاي لا. انتوكا. اه كيفاش الناس اللي هما ربما يتبرعوا للجمعية يعني ترقاوهم وين? بطبيعة الحال بعد اذنك سامي مرة اخرى تحية لك. فضل. دونك جمعية اي تسامة الجميع هي جمعية بدات الفكرة قبل الفين وستة. اليوم افرتي من الفين وحداش فيرد فين واحداش ولدينا قصوة تقريبا على وقال uh今日は. تجربة عام العائلات ومع المدارس ومع المستشفيات. ولينا soi بür passion abbiamo cohes recover을 Fazer. vezes as Oriência نحاولو الهدف متاعنا يكون اكبر يعني انه يكون اكبر عدد ممكن للمنتفعين بتابعة الحال. كيف ما قلت خمسمة عائلة اللي بشيكونوا موزعين ان شاء الله السناء على ولاية سريانا نظور من ولاية زغوان وتونس الكبرى. برافو. بهاي لهذا انتوكا الناس كيفاش يسمعوا بيكم قبل ما نذكروا احنا بعد بالحساب الجيري متاع الجمعية وصال. كيفاش يسمعوا بيكم يجيوكم يعرفوكم ولا انتو ما تمشيو هكا تشوفو الناس اللي هما ينجموا يعاونوكم. دانك اه هو ثم زوستورق. يما يدخلوا على الباج فيسبوك ابتسام الجميع انسوغيخ بورتوس. ايه. ينجموا غاد يلقاوا معانتا اللي ببليكاسيون متاعنا الكل. ايه. يلقاوا اللي كونتاكت الكل. سنو ينجموا يعانت ينجموا يتصلوا بنا على الرقم خمسة وتسعين ثلاثمية خمسة وتثلاثين أربعة وستاش. لهنا الحقيقة كيف ما قلت انت سامي قبلها الحقيقة عجبتني المقدمة بتاعك. الشهر هذا هو الشهر بالحق التونسي اللي يتفكر اخوه التونسي. بطبيعة الحال. بطبيعة الحال. بطبيعة الحال بلي نجم رأو حتى دينار. ساعات دينار بركي نجم يزيد. بطبيعة الحال. اذا كي نجم دينار. نجم خمسة ليف. فما نست نجم عشر ملايين رب يعطيها يعني. بطبيعة الحال. اذا كي نجم يتصلوا بنا على خمسة وتسعين ثلاثمية خمسة وتلاثين أربعة وستاش. ولو تسمح سامي. عنا زادة على البلاتفورم يدخلوا زادة على الباج. عنا عملين شقاقة بوانتين. ذي الحقيقة زادة تسهل برشة 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 برشة. كيف يدخلوا على البلاتفورم؟ يدخلوا على البلاتفورم على الباج متاعنا. يدخلوا برشة 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 برشة. حتى زادة الصغيرات سي بيان أنك تسنس الصغير حتى كنت تعطيه في مصروفه يوفر دينار واللي يحب يساعد غيره ويحس بغيره. ذيك الإحساسة يقعد معه حياته كاملة. ذلك سي بيان أنك حتى تسنس الصغير بحاجة رمزية بالنسبة ليك لكنها مهمة بالنسبة ليه زادة. لذلك تدخلوا على البلاتفورم لكم شقاقة. شقاقة.وانتين على الباج فيسبوك. و تنجم.. كيف ما قلت من أي مكان بالتالي فون ولا بالأورديناتور ينجم يتبرع. لذلك بشي فرح بالحق يصير كيف ما قلت برشة صغيرات نحن ونتعاملوا برشة مع صغيرات كواء من اسويس فيلاج جمرت ولا من اسويس سيليانا ولا حتى من المدارس. نحكيوا على السجنان نحكيوا على برشة مكاتب في مشينا لهم. وعملنا زادة تجربة في سجنان شارية إكولوجيا عملنا زادة ذي تجربة الحقيقة ناجحة برشة في سجنان عملنا في مدرسة الزغيرات. دونك الحقيقة الهنا نعود نذكر ينجموا يتصلوا بنا على خمسة وتسعين. مازال مازال حوار تعالي. دونك يتصلوا بكم على التليفون. على التليفون اللي هو خمسة وتسعين تلتمية خمسة وتلاتين أربعمية وستاشة. ولا لباج فيسبوك. انسوغيخ برطوس ابتسام الجميع يدخلوا غادي يلقوا الريب يلقوا كل شيء موجود. ينجموا ياخذوا التفاصيل. اليوم وين وصلتوا في الجهود هذي؟ اليوم وصلنا الحقيقة المعطاق مع أننا نحن اللي حاشنا بها كل السؤال القفا اللي نعرفوها المقرونة والكوسكسيات السميدة الإساسيات. حقيقة الانتحداث المركات التفاصيل مع أننا المجاب أم لا. موجودة معناتها. الحقيقة الهنا توبط هنا المركات الأخرى اللي هما الزيت والسكر صحيح تم صعوبة النساء مع أننا هناك اللي حاجات، وخما من حتى في القفا هذي الصغيرات مظهر التمنين لم يحط مبرشة مع صغيرات عندهم حتى الصغيرات كالقوتية زادة الصغيرات. بسكويت بسكويت الناس مستحقتوا في عديد المناطق وبطبيعة الحال يعني هذا التضامن الحقيقي بين التوينسا هذه حاجة نجم ممكن نحييوها بطبيعة الحال الحقيقة لهنا التونسي معروف بالحقيقة معانتها بالرحمة متاعه معروف بالحق بالطيبة متاعه معانتها في رمضان يقعد رمضان بالحق نتمنيه لكل الناس كل تعديه رمضان وبالمناسبة ذي رمضان كمبروك الناس الكل وان شاء الله نتلقى لكم بالخير شكرا لك هذه كانت معاناها اللي قالوا كل التفاصيل هاني هاني شهده على العضو عضو جمعية ابتسامة للجميع كما قلنا نجم تساعدوا وتساندوا هالجهود وبطبيعة الحال فمع عديد الجمعيات اللي تقوم بالعمل كيفكم انتوما وذي حاجة ما نجم ممكن نحييوها ولا الجهود هذي في سورتو في حاجة كما هك معاناها هك الحيات سعبت شوية والقدرة الشرائية وغيره ما فيها بس كنعاونوا بعضنا حاجة هيلة شكرا لك هاني مرسي بكو يالا بش نمشي بالميدياماك صباح الخير ريج صباح الخير سامي مرحبا من جديد كيف تمستمع إذاعت إياه ثام مرحبا بيك دونك يالا نمشي وللجنجل ساعة وبعد ناخذ التفاصيل في ميدياماك مرحبا بيكو مرحبا بيكو مرحبا بيكو وردود فعل الصحفيين معانا مبعوث إياه فهم إلى المجلس منتسر سيسي ألوس باخير منتسر مريج تحية ليك تحية ليك السامي وكل المشاهدين ومستمعين شكرا لك منتسر لو كان تفهمنا كيف عليش تم منعكم وكان تم تبرير المنع هذي خلينا نبدأ وصحب صورة ما حبناش نسوقها للعالم حتى تصوير التونس المزيان اللي برشا مسؤولين حبوا فهمونا اللي بعد انتخاباتها دي بش تكون أزين للأسف أنه تصويرها اليوم بش نستسمحك ريجو مسامي وكل مشاهدين بش تشوفوا الصحفيين لكوندوسيون تاريخة ممتاحة من فوق الخاصة بالضبط معانا حتى بعض الزملاء معانا فم الزميلات معانا حتى حبالا في الغديكة الناس كل يشوف انظر كل الصحفيين معانا مجمهرين من حدود ساعة ونص سباح بديت وصين وقتين ما فهماش حتى انفيزا فيه ينجم فهمنا عمليات المنع هذي عليش وكيفاش كل المعلومات الامنية اللي استقيناها من بعض مصادرنا غديكة تقولنا انهم عندهم تعليمات بش الصحفيين ما يطل حتى صحفي خاصة من صحافة الاجنبية والاذاعات الخاصة واقتصرها الدخول الا على التنزل الوطنية والاذاع الوطنية وميكار الانبية مثلا ماشي حتى معلومات اثبكم حتى ما يجاوبكم يعني واضح الامن اللي انطوق المجلس هو الامن الرئيسي هم اللي موجودين غديكة تعاملهم الحق حضاري معانا كل معلومة اللي عندهم هو ممنوع الدخول دون اعطاء منتصر منتصر يعني هل المنع يخص اليومك هو وممكن في الجلسات المقبلة هل سيقع منع الصحفيين من تغطية الجلسات المقبلة يعني هو المشكلة ما فالماش معلومة اذا كان مش نجم ونننفذوها المعلومة هذي ولا نننفذوها على خطر مثلا مش حتى انفيزافي هذي عليش طوى المتب التنفيذي في اللحظة هذه اللي نقاب الصحفيين في اجتماع في نقاب الصحفيين باشيشوفوا مع توسائل الدفاع عن صحة تعبير عن الصحفيين الميدانيين خاصة اللي جاء وشيوات واليوم التغطية وبيجي يشوفوا ونعملوا في ذل التعتيم حتى رهي المشكلة هو المعلومة ما فالماش من اي طرف ما فالماش معلومة يندرعها يكون باركة وبعد هدوة ولا جلسات واضح شكرا لك مونتس عمدك سؤال يا ريج حبيت نعرف حتى حتى يعني أساس أنهم يقدموا الإضافة ويقدموا المعلومة ويمنعون من دائما أول الإشارة فقط نستطيع بعض النواب وكانوا داخلين وكانوا من المدافعين على حرية التعبير ما عطا محبوش يعتقدوا حتى الدكلاراسيون ودخلوا ساكتين ومهبتين روسهم ودخلوا ويزربوا بالرغم اللي حاولنا نعملوا معهم حوار لأنهم واضح شكرا لك مبعوث يا فهم على عين المكان منتصر سيسي شكرا لك يلا نكمل مع الميدياماج الرئيس قيسعيد يقول لمجال لتحويل الصحافة الورقية الإلكترونية من خلال زيارته إلى مقر لابريس بالضبط نحكينا الجمعة لفت عن المشاكل التي تتعاد بها مؤسسة سنيب لابريس زيارة رئيس الجمهورية لجيت المقر المؤسسة لتواجه مشاكل كبيرة وينيعاني العاملين فيها منذ أشهر من وضعية مالية صعيبة واجتماعية كيف كيف وأصبحت حتى مهدى بالغلق رئيس الجمهورية زار في الويكاند مقر المؤسسة وأكد أنه لا مجال لتحويل الصحافة الورقية إلى صحافة إلكترونية وقال سيبقى القرطاس وسيبقى القلم ودعى رئيس الدولة لإعادة تباعة النسخة الأولى من جريدة لابريس صادرة يوم 12 مارس 1936 النقابة الوطنية لصحافيين تونسيين والنقابة الأساسية لإتحاد العام تونسي للشغل بعد زيارة هذية سجلت بإيجابية الزيارة لأدها رئيس الجمهورية لمقر المؤسسة وقر التأجيل الوقفة الاحتجاجية اللي كان تمقر نهار 14 مارس بسيحة الحكومة بالقصبة يظهر لي أنه اللي يقوله الرئيس أنه ربما المحافظة كذلك على الصحافة الورقية إلى جانب الإلكتروني بالضبط خطرنا هنا بريود نحكيه على تلاشي الصحافة الورقي والصعوبة تضيعيش الجرائد الورقية والصحافة الورقية في العالم كاملة حتى قاعدة الصحف في العالم تعيش أزمة أنه الناس لا عاش تشري تشري الأورق ذيك العادة أنه الناس هكا تشرب قهوة في الصباح وتحل الجريد ولهي كانت حاج هيلة ذوك بعاش بالتليفون لا لا مسموح لك مسموح لك يعني تنجم متاح بالنسبة لك في التليفون في أي وقت والأخبار تبدأ تجي بالوقت أي حاجة في العالم تجي ترقاها معنا تغيرت الحياة تغيرت يسر سرتول لسيبور ديجيتال بدل برشة حاجات حاتم بن عمارة فشلت في تعويض نجيب الخطاب بالضبط من أهم هوني نرجع للتسعين تصريحات اللي جيت بعد لقاء الأعلامي حاتم بن عمارة مع زميل هديزعيم نهار السبت في برنامج نجوم على مزايكة فام كي تسئل حاتم بن عمارة على تعويضه على نجيب الخطاب الله يرحمه قال أحكي زاد على استبعاد وقال أنه استبعاد نجيب الخطاب اتخذ مباشرة من قصر كرتاج وتم اختياره لتعويضه في سهرة السبت وكيف تلقى العرض هذية حس ببرشة خوف واعترضوا قالهم أنه مين الجمش يعاوذ نجيب الخطاب ولكن ما هو كيتليم أحكي على القرار هذية بالضبط وقال أنه وصل حتى مرض كيتحكيله أنه بشي عاوض نجيب الخطاب وكيتسئل زادة هل نجح فيه تعويض نجيب الخطاب ولا لي نسموه شون قال عملت رأي السيزون هذي ككملت كانت منافسة لا لا عاد ما وسيزون نجيب في الفريق وخلاوه في الفريق رجعت من بعد جمعة بجمعة عليش رجعت ما نشحدش العملية أنا هذي ما نجحتش فيها في السيزون الولانية بور دي لفريتي إذن كتقولها أنك اللي متعترف بفشل قدام نجيب فشل في تعويض نجيب الخطاب أنا فشل ونجحت فيما بعد وقت اللي حطولي نجيب الخطاب سبت بسبت هذي كان تعليق الحقيقة هي أصعب حاجة هي التعويض خطرت حد في مقارنة وخاصة أنك يبدأ أنت بش تقوم بتعويض الكبير نجيب الخطاب أنا ديما نشبه هذي بواحد غنى غنية أصلية نشحت وانت جيت بعض قالوا لك نقترح عليك تعمل إعادة يعني الغناء متاح مهمة صعبة ياس ياس حاجة أخرى بش نحكيه عليها اللي حكي عليها حاتم بن عمرة الحقيقة اللي هي عملت بوليميك كالبرويد الأخرى برشا برشا اللي هو برنامج ستوديو نوف اللي على أساس كتم إعلان أنه بش يتعدى في قناة التاسعة كان حاتم بن عمرة هو المقدم ولكن نحكيه على أول يوم تصوير حاتم بن عمرة قال أنه كتخل لستوديو بش يقدم وسلم على الضيوف ولكونيكور الكل بعد قال لا ما نقدمش البرنامج هذية من نجموش الحسة أقوى مني ومن نجم نضيف شاي الحسة هذية ما عنها أقوى منه حاتم يقصد أنه هي أقوى منه من ناحية أنه مش هذا اللي حب عليه قال أنه تخل ما فميش لا كوندوكتور للبرنامج وقال أنه المعدة عندها لوريات للمقدم ولكونيكور وأنه كل شيء تخطيك مو حاضر يعاد ديوه معنى محضر أقوى شون في الكنتونيو معنى أقوى هي حاجة أقوى منه مين الجمش يعملها حاتم هو عبر عليها على حاتر معنىها أقوى ذي مثلا نقول كنا منا جمش نقدم هالحوار ذي ولا هالبلاتو ذي تحس أنه نوعية الضيوف كبيرة ولا الكونيكور عندهم مستوى كبير ولا نوعية المواضيع المناقشة معنى حاجة فريمان أقوى شو معناها يعني أقوى في البوز أقوى فيش معناها أقوى من حاتم تعارك مع فلتين وفلينة سبت فلتينة هو أقوى من حاتم وحاتم بتختار تعبير هذي لأنه هو مين الجمش عادية حاجة للمشاهدين محضر مسرحي ذي هي عليش أعتبر أنه هو حاجة أقوى منه لا هي أقوى منه هي مسرحية يا خي لأنه بما أنه يتدربوا على الكلايم اللي كخونيكور قبل ما يحكي وذوق حاتم أعتبر أنه الحاجة هذية ما تشبه لوش ومين الجمش يعملها أبارامو قال الشي هذا عمري مريد وفي حتى بقى هكي قال هكي قال هكي مين الجمش أقوى منه قال أنه حتى مديا ماحتاج أنه يخدم ولكنه رفض العرض هذة وقال أنه رغم أنه المنتجة أعطاته يعني الشيك متاع وهو حاجة في حاجة للفلوس هذي بو يلغي بالضبط بالضبط صبروك قناة MBC رد بالك أريج ويتحط ثقيك ديما نحاول الرد بالي وربي تستر لأريج إن شاء الله نتوقع عنها بأنصور صحفية ساعة ممتازة وثاني حاجة نتوقع أخلاق عالية وبتبيعة نتوقع أن يكون عندها مستقبل كبير إن شاء الله ذي اللي نحاول قاعدة نخدم عليه رغم الصعوبة وانتي ماشي نتصور أين في الطريق البهي إن شاء الله جو لإسفر مرسي أنتوك سيمي عيش قناة MBC تكشف البرومو هذا مقال برامز نيفر أند بالضبط ديما رامز جلال اللي هو نقد كبير لنوعية تبدأ بكاميرا كأشي واللي في البرعب بالضبط ولكن بزيل مكمل ديما لحديث على رامز جلال في اللي تتسمى لحقيقة إن عندي احتراز على هيا كاميرا كأشي ولا لي اللي البداية بتاحها كانت عام 2010 بالضبط نبدأ ونحكيه على رامز قلب الأسد لحقيقة اللي هو نعتبره أقوى تجربة عملها رامز ومبعد مشاهدة رامز ثعلب الصحراء رامز قرش البحر إلى آخر تجربة اللي بشنشوفوها في رمضان السنة هي برنامج رامز The Never End اللي بشنشوفوها شفنا البوست الرسمي متاع اللي بشتعد على MBC مصر واللي هو بيدوكشفها عليه على فيسبوك وعلق باسم اللي يتوكلنا على الله ربنا يتمها على خير ويكملها بالستر ورمضان كريم بعون الله رامز Never End في رمضان 2023 على قناة MBC مصر والله المستعان وقناوات MBC من جهتها ده هبطة البرومو الرسمي للبرنامج نسموه شوية من لك الفكرة مش مفهومة ولكن الشوية اللي عملها رامز في الفلومو يولع بالضبط المفهوم انه بشيكون فما نار او الفكرة الاساسية اللي بشيعتمدها في الكاميرا كشاهدية بشيكون بالنار شوية انتوكاف للا فيش هما شدد سلاح هوا للا دفاكسيون ماذوكم ولا كيفيش هذي هو ما نعرفش الحقيقة بش نكتشفوه بو يلا شكرا لك عريج كان هذا ميدياماق معاك غود انشاء ميدياماق جديدة بش نمشيو للبوان مخشي كيما كل يوم هذي أحلم في البوان مخشي مرحبا أحلم فاخيش شكرا لباس في فورما مرحبا أحلم 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 كل يوم يزيد شوية كل يوم يزيد عقيدة أي يعني عقيدة مثل شعبي قديم مرحبا أحلم مرحبا أحلم شوية ما هو إسمك سيد نور مرحبا أحلم لديه لديه 5900 كامية الفاتورة و كامي عقيدة 1025 لم يزيد الأحلم متجارة تعديد وقت 30 لديها 10 9,990. تعرف شنو اسمو ذايا 9,990. شنو يتسمى ذايا في عالم التسويق 9,990. اسمو الثمن النفسي او نزغسل ouvر حيث 10,990. اسمه للخزن في حياتي المبجوعة تابعيا النظام يا منтиرة ما الذي massively هو العالم احتفالidden بناء شهادة 9,990. اوفوا تابعي رب定 4 سورة اسمه. هل هذا الرحال حسب تلاقين超و LAوز ح têmانين مجزوجنا Nextчא�omer قد نحن المبجوعة de 60.880 إلى 60.560. ايه او اقبال ان كان ستاكه او الاسكالوب او بعض اكثر ربي استرنا حصله رحمة بالمواطن بربي على قده وامكانياته على قده لو ممكن معناه. جيزة يقوله 14-15 هو جيزة على الزواجة على المتواطن. نحن سأكره عبس عليكم. أحلم. نعم. مش تشري اسكالاب؟ دجاجة؟ دجاجة تججيل كبير. دجاجة تجيك في الكيلو وكيلو شوية نحن. نعم نحن نحضر الزواجة ونحن نحن نجد دجاجة ظهر. نحن نحن أحضر الزواجة. فلفي الابل Black يما اكل اض하하 لاميئا بطاة مطاة بل في البتاتا بين 15 مياه حتى بشي للفين هي زادة البركدين اذا قدام قديش اسويم والفريز والبنان تتليف 880 بالنسبة للطمسان تل فريز تتليف 880 البنان الشيء البنان لو جو على الشغيرة عثور باخير قديش بنان البنان تسعليف البنان اوه اوه اخي مش مسعر البنان ب 5000 اوه مسعر من هارة اللي قلنا عليه المرأة يسألوا عشتسعاليف من سألنا سألنا قد ما زال عنا استوك مشروش استوك بيانسير ونجموش نعرفه قديش يدوم طبعا اي اي استوك قديش يدوم نهارين ثلاثة جمعة ثلاثة خمسة اي نهارين ثلاثة نهارين ثلاثة عندكم ستية كبيرة منظمش الابتين نطوفر عشرين هارين ولا ثلاثة اي عنار وثلاثة نيه الهن يصلحوا لي يسوم البصل ينكر عند الخزارة ذيكا دينار وثلاثة نيه اي اكدلي دينار الخيثبيين اقاوة كن بالثنين اهو اقاوة كن بالثنين سلعة، سلعة لحد يعني، صحة نعم، 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 نعم أنت بشي منعوك من دخول المرشي هيدا يا أحليم عليش من كترة بتعم مشكل يعني والله إليه 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 دونك كل شيء في المغيث يجري على عينيكم شفيفة، شفيفة، شفيفة ياسر أعلى أكثر منها كم فميش فم ما في하죠، وليت كينوت خولي نحن بلايك بلاكليست، وليت بلاكليستي بها، هذا كان جولة صغيرة ألفين البطاطة كما قلنا حلا ما كمنيش قبيلة دونك شوية الأثمان والأسعار متاع الحاجات اللي هي ليزمة في القفة متاع التونسي شوية غلة شوية خضرة الجيش كما قلنا بعشرة لايف دونك هالفطور دينة أحليم اليوم، اعشرين دينار أبين تكمل لك. كما العادة قلنا أنه لعشرين دينار بالنسبة لأربعة من الناس الفطور أبين تكمل. معناها قد تقدد شيء. ولازم معناها كماما لازمك على أقل قداش 30 دينار 40 دينار كل يوم للقضية وأختها يعني لحليب وأختها مزين مزيز رمضان وقربان. يمكنكم 50 دينار في النهار على خمسة من الناس أربعة من الناس يالله كانت هذه الجولة في الزهرة مع أحلام في الـ Point Marché كما كل يوم بطبيعة الحال أحلام جينا باللسوام والدبارة متاع اليوم يالله نمشيوا فاصل ونرجعوا لكم في سباح النور راديو حتى لا ننسى بش ناخذوا كلك دات كلك معناها بخصناليتي اللي هما تتوفاوا أو ولدوا في مثل هذا اليوم حتى لا ننسى كما اليوم 13 مارس من سنة 1964 توفي واحد من كبار الكتاب في العالم العربي هو عباس محمود العقاد الذي ولد بأسوان في 28 جوان 1889 وأديب مفكر صحفي شاعر عضو سابق في مجلس النواب المصري وعضو في مجمع اللغة العربية لم يتوقف انتاجه الأدبي بالرغم من الظروف القاسية اللي اتعدى بها حيث كان يكتب المقالات ويرسلها إلى مجلة فصول كما كان يترجم لها بعض الموضوعات ويعد العقاد أحد أهم كتاب القرن العشرين في مصر وساهم بشكل كبير في الحياة الأدبية والسياسية وأضاف للمكتبة العربية أكثر من مئة كتاب في مختلف المجالات وشتهرة بمعاركه الأدبية والفكرية حليها مقبل كان يتعاركوا بالأدب والشعر وش بين قتلك وانتي قتلي وذيك وذيك دونك اشتهرة بمعاركه الأدبية والفكرية مع أحمد شوقي طاع حسين يا كفينك تتعارك ما طاع حسين أدبيا زكي مبارك مصطفى صادق الرافعي وما أدراء كذلك الدكتور العراقي مصطفى جواد والدكتور عايشة عبد الرحمن بنت الشاط كما اختلف مع زميله مدرسته الشعرية الشعر عبد الرحمن شكري وأصدر كتاب من تأليفه مع المزني بعنوان الدوان هاجم فيه همير الشعر أحمد شوقي وأرسى فيه قواعد مدرسته الخاصة بالشعر شفت العرق هات العرق كان راقي به كذلك من موليد هذا اليوم هنا نحبه ياسي الممثل هذا 13 مارس سنة 1925 شكري سرحان ولد سنة 1925 13 مارس توفي في مارس كذلك يوم 19 سنة 1997 عن سن 72 سنة وهو الشقيق كل من سلاح سرحان وسامي سرحان وخال المطربة سوزان عطية اللي اشتهرت برشة في الثمانينات كانت أول أعماله السينمائية مع الفنانة نعيمة عاكف من إخراج حسين فوزي 49 ثم اختاروا المخرج جوسف شهين لفيلمه ابن النيل 51 والذي كان الانطلاق الحقيقية لنجوميته ثم توالت عليها دوار البطولة في أعمال درب المهبيل شباب امرأة واحد من أهم أعماله ذو اللي مشافي كان كذلك الطريق المسدود وغيرها من الأعمال كان يولقب في ذلك الوقت بفتح الشاشة وكرموا الرئيس المصري جمال عبد الناصر بيوسام الدولة حاز العديد من الجوائز من أبرزها اللي حصل عليها فيلمه الشهير ليلة القبض على فاطمة مع فاتن حمامة 84 للمخرج الراحل هونري باركات ولحاز من خلاله على جائزة أفضل ممثل وله العديد من الأعمال الإذاعية والتلفزية رسيده السينمائي 150 فيلم ابتداء من لهليبو 49 وانتهاء بالقبلاوي سنة 91 الفيلم اللي مكملوشة وشكون جاي عوضو في التورناج من موليد هذا اليوم 13 مارس 1942 عمرها اليوم 81 سنة ليلة طهر واحدة من أحلى الوجوه السينمائية بديت العمل مذيعة في التلفزة المصرية واشتهرت في ستينيات القرن الماضي بتقديمها برنامج مجلة التلفزيون كان قبل موجود هذا البرنامج بالإضافة لتقديمها لمجموعة من برامج المنوعات لكن كانت تفضل التمثيل ومشيت للتمثيل في السينما قطة على نار الأيدي الناعمة القاهرة في الليل شركت كذلك في العديد من السلسلات بوابة الحلواني لا إله إلا الله فوزير عمه فؤاد وغيره من الأعمال من موليد اليوم 13 مارس الشاعر العظيم محمود درويش شاعر فلسطيني ولد كيماليوم دونكتوفيا تسعة أو تلفين وثمانية وهو أحد أهم الشعراء الفلسطينيين والعرب حتى في العالم وارتبط اسمهم بشعر الثورة والوطن ولد في الجليل بفلسطين ونزح من عام عيلته في لبنان إلى لبنان عفوا بعد ثمانية وربعين وعاد إلى فلسطين متخفيا ليجد القرية متاعه قد دمرت واستقر في قرية جديدة شمال غربي قارتو تم تعليمه الابتدائي والثانوي وانضم إلى الحزب الشيوعي في فلسطين الشيوعي الإسرائيلي وعمل محررا ومترجما في صحيفة الاتحاد وأصبح بعد ذلك مشرف على التحرير واعتقل أكثر من مرة من قبل السلطات الاحتلال 61 بسبب نشاطه وموقفه السياسية و72 توجه إلى موسكو ومنها إلى القاهرة وانتقل بعدها إلى لبنان حيث ترأز مركزا للأبحاث الفلسطينية شغل منصب رئيس تحرير مجلة شؤون فلسطينية اكتب إعلان الاستقلال الفلسطيني 88 عاد 94 إلى فلسطين اللي يقيم في رمالة وتنقل بين عدة عواصم بيروت القاهرة تونس باريز بدا كتابة الشعر في المرحلة الابتدائية نشر آخر قصايده بعنوان أنت منذ الآن غيرك 17 جهوان 2007 وانتقد فيها الاقتتال الفلسطيني من دووينه أوراق الزيتون عصفير بلا أجنحة أصدقائي لا تموتوا العصفير تموت في الجليل حالة حصار حصل على العديد من الجوائز جائزة البحر المتوسط 80 درعة الثورة الفلسطينية 81 جائزة لينين في الاتحاد السوفيتي 83 جائزة العويس الثقافية مناسفة مع الشعر السوري أدونيس عام 2004 توفي درويش في تسعة عوة 2008 بالولايات المتحدة إترخذوه لعملية جراحية للقلب بمركز تيكساس أتوب في هيوستون ودفنة في تلتاشقود بمدينة ترامل من أحلى مقال محمود درويش في تونس حيث ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر سيفرة القهرة لحن لها السنباتي عبد الوهيب قامت في دمشق واشتهرت بعديد الأغاني كما قلنا واستقرت في مصر أثناء الحرب الأهلية اللبنانية وعادت واستقرت نهائيا بلبنان منذ 91 كان هذا في مثل هذا اليوم أو حتى لا ننسى هؤلاء الأسماء الكبيرة هذه ذكرى أحلم بلؤك الميتيو بعد شوية والأخبار واخبار الرياضة نرجع لكم بعد هذا الكل في سباح النور ترجمة نانسي قنقر